سلام عليكم المنتخب الجزائري يتعادل أمام نظيره البوركيني هدفين لمثلهم أهداف المنتخب الجزائري كانوا عن طريق رياض محرز و سوفيان في غولي بصراحة ما يهمش التعادل في الجزائر ما يهمش أنه المنتخب الجزائري قبل زوز أهداف لكن الأهم أنه المنتخب الجزائري حافظ على السلسلة الإيجابية 33 مقابلة دون هزيمة والأهم السلسلة الإيجابية أنه ترشح للمقابلة الفاصلة يوم المنتخب البوركيني في الوفد متاعه يجيب 33 ساحر من كبار سحارة بوركينة فاسو سحارة الفوغو لكن ما لقاوش رواحهم أمام سحارة الجزائر على غرار رياض معرز يوسف لبليلي و كبير السحارة جمال بالماضي صراحة ربي معكم الإخوة الجزائريين تونسي و قلبي معكم لكن اليوم كان ضغط كبير في المقابلة اليوم ما عاش النجم نتفرش المقابلة فما بالك الإخوة الجزائريين كيفية عداوة قايق الأخيرة متاع المقابلة اليوم كيف كيف الجمهور 14 ألف في ملعب شيكر بصراحة قدموا الإضافة المعنوية للملعبية يوم الخضر اليوم أبناء جمال بالماضي قاموا بالمهم وهو التعادل ضد المنتخب البوركيني لكن مزال الأهم وهي المقابلة الفاصلة الي بشترشح الكاس العالم قطر 2022 شيق والأروع من جمال بالماضي غير بغداد بنجاح بسوفيان في غولي الي سجل الهدف الثاني وهدف الأطمئنين للخضر ولي هنا برافو جمال بالماضي الي ما عندكش اسم كبير في المنتخب وما ثم حتى لاعب يكبر في المنتخب مكش في نهارك مكش تقدم في الإضافة تتك على جنب ونحط شكون في بلاستيك الي قدم الإضافة كيف كيف برافو السوفيان في غولي الي كل ما طابت كيف كيف سليم سليماني تقدم الإضافة وتلعب على المريول كما قلنا في الفيديو السابق وبالأرقام رياض محرز هو بنسبة كبيرة ورانتي صارات المنتخب الجزائري ودخوله بسرعة في المقابلة مقابلة النيجر 4-0 رياض محرز هو اللي يفتتح النتيجة ويدخل المنتخب الجزائري في المقابلة بعد ما سجل الهدف الأول في دقيقة 20 مباراة النيجر ذهب مباراة الستة واحد كيف كيف رياض محرز يفتتح النتيجة في دقيقة 27 واليوم رياض محرز يفتتح النتيجة في دقيقة 20 ويرفع الضغط كبير على الملعبية كان مسلط عليهم رغم عودة المنتخب البوركيني في النتيجة كون يتحمل مسؤولية هدف بوركيني أفاسو البعض بش يشوفوا الهجمة من الأخر ويقول لك عيسى مندي هو اللي يتحمل مسؤولية الهدف هذا لكن مش صحيح عيسى مندي قام بفور كبير قام بمجهود كبير بش يوقف الهجمة هذي لكن للأسف ما نجمش لكن لو كان نجي ونشوفوا مع بعضنا اللاكسيون كيفاء بدأت من لو كنا وقت اللي يتلعب ضد منتخب قوي بدنيا وفنيا بش يتقلل من الخطورة متاع ويلزم للتروالين يكونوا قراب لبعضهم الدفاع وسط الميدان والهجوم بش يتضيق عليه المساحات لكن هذا الكله ما صار لش نشوفوا مع بعضنا مهاجم المنتخب البوركيني كيفاء يرجع التالي وياقف بين خط وسط الميدان وخط الدفاع يأخوا الكرة ويدور بها على راحته ما غير أي مضايقة من أي لعب من المنتخب بالجزائر ولهناك كان على المدافع بالعمري بش يطلع معاه ويحصر اللاعب وتكون بناتهم محاصرة لسيق هذا الخطاء الأول الخطاء الثاني نشاهده مع بعضنا المهاجم اللي يسجل الهدف كان حاصرو بن سابعيني عمل لابل متاع ووين عمل لابل وراظهر بالعمري يعني بالعمري اللي هنالسي هي تتلعب بالكورة نورمال موك كان على بن سابعيني بش يكمل للاخر مع المهاجم هذا لكن بن سابعيني كان له رأي آخر على ما أظن بن سابعيني مشافي بالو اللاعب اللي عنده الكورة وليمررها للمهاجم اللي يسجل الهدف بش يمررها للظاهير اللي قاعدين نشوفو فيه مبعضنا على الجانب الايمن نشوفو اللي هنا ببن سبعيني يحذر في روحه بش يعمل لكسيريراسيون بش يسكر الجانب الايسر متاعه لكن اللي هنا كيف كيف بن سبعيني غالط على خاطة نورمال مو كان يتبع المهاجم الاقرب للمرمى كان يتبع المهاجم اللي وراها اللي اختر اكثر حتى لو كان الكورة مشيت للظاهير الايمن بتاع المنتخب البوركيني ما هو بش يعمل حتى شيء المنتخب الجزائري بش يعود يرجع ويتمركز وعنده الوقت الهذا هدف الثاني للمنتخب البوركيني كان عن طريق ضربة جزائر لانا ما نيش مش نحكي من زاوية ضربة جزائر والله سيء الحكم زافره والحمد لله المنتخب الجزائري اترشح لكن كيف زوز مدافعين في قيمة بالعمري وعيسى مندي يقوموا بخطاء كما الخطاء اللي قاموا بيه بصراحة خطاء بداي خطاء انت على لعب هاوي الخضر الشوت الاول كانوا ينجموا يخرجوا بنتيجة افضل باللي خرجوا بها بما انه جيتهم فرص واضحة اكثر من الفرص اللي جيت للمنتخب البوركيني لكن الغاية بالحاضر بغداد بنجاح كاللي هراي اخر بصراحة اليوم بغداد بنجاح مش موجود سيرتراه هو حتى الهدف متاع رياض محرز لو لمسها بغداد بنجاح لما سجل الهدف كيف نشوفه رياض محرز تمريره في تباق البغداد بنجاح اللي ضيحها بطريقة غريبة وغريبة جدا بعد واحد هاكا جيه تخمينات يقول توا جمال بالماضي يخير في يوسف البليني على سعيد بالرحمة في التشكيلة الاساسية رغم انه الاول يلعب في قطر القطري والثاني يلعب في وستهام الانجليزي يعني شتين بين وستهام الانجليزي وقطر القطري قرار بالماضي اطلع صحيح بما انه يوسف البليني يقدم في مستوى افضل ما اللي يقدم فيه سعيد بالرحمة في المنتخب شكون ورا الهدف الاول للمنتخب الجزائري يوسف البليني شكون ورا الهدف الثاني للخضر كيف كيف يوسف البليني الفرخ بين البليني وسعيد بالرحمة رغم انه يلعب في وستهام الانجليزي بصراحة يوسف البلايلي قوي برشة ووقت اللي يكون قدام المدافع كيف كيف ملاعبي يزد دام ملاعبي ما يخافش اي حاجة جي في مخه يعملها جميل بالماضي جملة ما يغلطش في قراراته ليه جميل بالماضي يميله الى بشار ويغلط لكن ما يظلمش ويعطي كل لعب حقه اللي نشوفهه أليكساندر أوكي جا حارز ميتس الفرنسي على الدكة والرئيس المبولحي هو الحارس الاول للمنتخب برغم انه يلعب في الوفاق السعودي نعرفه لهناه انه جمال بالماضي ما يظلمش وهذه نقطة من نقاط قوة ونجاح جمال بالماضي رئيس المبولحي قدم اليوم مستوى محترم بالأكثر من محترمه أنقذ الخضر في أكثر من المناسبة رغم انه تسجلوا هدف لكن بصراحة ما يتحملش المسئولية فيه يوم المنتخب الجزائري قام بالهفوات وقام بعديد من الأخطاء في الدفاع ووسط الميدان والهجوم قلنا اللي بش يسيطر على وسط الميدان هو اللي بش يسيطر على المقابلة قلنا بش نلقاهم لعبية بوركينا فاسو في وسط الميدان لعبية عبارة حياة أو موت هذا الكل ما يهمش هذا الكل اللي يتصلح لكن الاهم اليوم انه المنتخب الجزائري ترشح للمقابلة الفاصلة حظ موافق للمنتخب الجزائري في المقابلة الفاصلة حظ موافق للمنتخب المغربي كيف كيف حظ موافق للمنتخب المصري بعد شوية بإذن الله المنتخب التونسي بش يلعب ضد المنتخب الزمبي إن شاء الله حظ موافق للمنتخب الجزائري المغربي المصري التونسي في كيس العرب في كيس أفريقيا كامرون كامرون الفين واثنين وعشرين وخاصة في كيس العالم قطر الفين واثنين وعشرين وفي الختم الباياري قلكم سلام